خيب بطيب الوضع بالنسبة لي الكلام مع المحامي أن الزمالك كان بيرغب في التقسيط على أربع دفعات الكلام ده ترفض نهائي التفاوض دلوقتي أنه هو الزمالك يقصت على دفعتين فيه انفتاح شوية من محامي بطيب على القصة فيه قصة تانية أن باتشيكو هيصل القاهرة خلال أيام للتفاوض مع مسؤولي الزمالك على جدولة مستحقاته لأن قضيته متأجلة ل31 من الشهر المقبل فالزمالك عايز يحل الملفين دول لأنهم أكبر المبالغ بطيب وباتشيكو فقصة مع بطيب الرابط شوية كريم يعني ممكن التوصل لاتفاوض خلال أيام أن الزمالك يدفع على دفعتين لكن باتشيكو لسه هيتم التفاوض مع أن الزمالك يدي له 600 ألف دولار ومقابل التنازل على بقية مستحقاته بتكلم في 200 أو 250 ألف دولار فلسه باتشيكو هيصل القاهرة لكن قصة بطيب يعني انبشر جميلة زمالك الرابط بطيب الرابط